مطبخ قديم وعريق فرض نفسه على المطابخ العربية بقوة بحلقة المطابخ العالمية لهيدا الأسبوع لحنروح برحلة على تركيا لنتعرف سوا على أشهى وصفاتها كيف عادي مالك كيف عادي مالك كيف عادي مالك اليوم المطبخة كثير طيب تركيا نحن نحب أكلت كباب بشبه كثير أكلنا أكلنا بشبه كثير أكلهم الأساس لأنه في طير أشياء مشتركة اليوم حنعني قم طبق كمان نعرف أن الأكل التركي مشهور بالكباب ولكن كباب نجسبه لنا هو بس المشوع على الفحم فإنه كباب عنده كمان ممكن يكون مصبخ بالفرن فكلمة كباب هي لكل شيء اسمه بشبه الكفتى تقريبا اوك عشاك للكفتة اول طبق هنعمله هو ازليم كباب ازليم كباب اللي هو معه بتنجان فلايفلي بنادورة لحمة سوستومات اما بنادورة بالاجمال بحطه الحر كمان هو الخيار بالاجمال بحبه الحر شوي مع الاكل اخذته مع الكباب اه فحنعمل اول شي الكفتة نخلطها اللي هي بصر وتوم مع بيضة تنخلط وبعدين هنعمل للبتنجان شرحات الفلايف لشرحات هنلفهم كلهم بقلب بعضهم اوك هنبلش اول شي بخلط اللحمة عطول لما تقول كباب يعني العالم والناس تقول دغري انه بيقبلوا معك بهذا الصحن كيف اذا كباب تركي ومنعرفنا الاكل التركي كتير محبوب محبوب يعني الكباب كمان عندنا اشكال والوان من الكباب تعرف عندهم بيعمل كباب طوله شي متر ونصف شايف هيك سيخ طويل هيدا كمان سبيشالاتي تركي تركي المطاعم كلها اللي بتعمله بتلاقي عندهم فيه يعني الاشخاص اللي بيروحوا بيأكلوا بيحبوا هلاكلة بنعمل تقريبا متر ونصف حتى المنقل معمول بالعرض يعني مصبوط هو منقل كبير كمان الكنون متر يقولوه وفوقه سيخ الكباب اشتركوا في القناة